النادي الاهلي صاحب التاريخ صاحب الانجازات صاحب البطولات اكبر نادي في القرى الافريقية النادي العالمي على موعد مع بطولة جديدة يشارك فيها للمرة الاولى هي بطولة الانتر كونتننتل بعد ساعات ان شاء الله مباراة النادي الاهلي والعين الاماراتي على استاد القاهرة الدولي استاد الرعب مليء بالجماهير ان شاء الله جماهير بتهز الجبال ما بتوقفش هتفات ما بتوقفش حماس وان شاء الله معها ومع نجوم النادي الاهلي نفرح كرة القدم المصرية بكرة بفوز وانجاز جديد للنادي الاهلي انجاز تاريخي عالمي لم يحدث في تاريخ النادي الاهلي من قبل النادي الاهلي اللي حقق كل حاجة اللي عمل كل حاجة اللي خد كل البطولات والانجازات عملها بكرة قدام انجاز جديد مواجهة مش سهلة خالص لا على العين اولا ولا على الاهلي ثانيا الاثنين في مستوى متقارب جدا كل فريق عنده نقاط القوة كل فريق عنده نقاط الضعف العين زي ما اتكلمنا عنه كتير عنده قوة هجومية غاشمة قوة جدا هجومية ضعيف جدا دفاعية جد في واحد وعشرين مباراة على التوالي العين مباراة واحدة بس خرج بشباك نظيفة يعني اي حد معدي يقدر يزور شباك فريق العين بس في المقابل دايما بيسجل وهدف واثنين وثلاثة اربعة قوة هجومية كبيرة جدا بكتابة طبعا المغرب الدولي سوفيان رحيمي فان شاء الله بإذن الله الاهل بكرة يعملها بطبيعة الحال الاهل لسه خذبان بطولة هي كاس السوبر المصري بس عادة النادي الاهلي طول الوقت ان الجمهور حضت عليه ضغط لازم تكسب لازم تاخد بطولة نهاردة مارس الكولر بالمناسبة كان يتكلم في الجزئية دي ان الجمهور المصري ما بيزبرش يقص الجمهور النادي الاهلي تحديدا بطبيعة الحال ما بيزبر انا عايز اكسب كل حاجة هتقول لي بداية مسلم لا انا عايز اخد كل البطولات اللي هبدأها من اول دقيقة لاخر دقيقة من اول يوم لاخر يوم في السنة ضغوط طول الوقت على المنظومة بالكامل لعيبة النادي الاهلي مضغوطة جهاز فني مضغوط ومجلس ادارة مضغوط وهم اعتادوا على ده